محمود علاء هو الآخر كمان انتظم في التدريبات بعد التعافي من فيروس كورونا ومصطفى محمد هو الآخر ظهر في التدريبات لا جديد يذكر فيما يتعلق بالتجديدات أو حتى كمان صفقة مصطفى محمد وانتقاله إلى سان تتيان أول ما يبقى معنا تفاصيل جديدة في هذا الموضوع هنتكلم فيها مع حضراتكم بكل تأكيد